اشتركوا في القناة محترم داخل مجلس النواب عنده حضور داخل المكتب يلسيد رئيس مجلس النواب يترأس لجنة مهمة عندها علاقة بالقضايا الاجتماعية هناك نقاش وهناك حوار وهناك معارضة هذا كله كان يتخذ ويتحطف الهامش وكان مشيوله واحد للأسلوب للأسف تفهمناها في المرة الأولى قلنا من باب تعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات الحزبية أنه يكون واحد التفاعل لكن ظهر بأن هذا سيؤدي إلى انحراف إلى انحراف في المشهد السياسي وفي الحياة السياسية أنه لا يمكن بأي نوع من الأنواع أن نقبلة بأنه نحيد مقتضيات دستورية كالطلب من السيد رئيس الحكومة يمشي البرلمان في مناسبات محددة لا الفصل المياه ولا الفصل المياه واحد من الدستور ونذهب وندخلوا في واحد النقاشات المرتبطة بواحد الإجابات على بعض الورقات التي تكتب هذه الورقات ربما من بعض الوافدين الجدد على هذه التنظيمات وهذه الوافدين الجدد على هذه التنظيمات من يكتبون هذه الأوراق؟ يكتبونها بشكل فعالي ربما ترتبط بالتواجدهم في واحد المؤسسات أو بالرغبة لهم إلى دخول مؤسسات وهذا كان يدخلوا إلى المؤسسات الدولة الذين يريد أن يدخلوا إلى المؤسسات الدولة يجب أن يدخلوا إلى الانتخابات ويجب أن يهبطوا إلى المواطنين ويهضر معهم ويقبلوه كما قبلوا التجمع الوطني للأحرار ويصوتوا عليه ولكن رغم ما غريب هذا القضية هذه لأنه من يترأس هذا الحزب يترشح تعيه منجح عمره ما كان في المؤسسات فطبيعي أنه تكون الرسالات الإنفعالية اللي بحد النوع اللي عمره بمجموعة من المعطيات اللي ما عندهاش ما عندهاش تشي أساس واقعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر